السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بيكم في قناة سيليا كروشي. النهاردة هنعمل معاكم جرزة جبال القلب. هنعمل آآ كوفية اطفال. آآ الغرزة دي بتنفع كبار واطفال ورجالي وحريمي. آآ انا هعمل كوفية اطفال مقاس اربع سنين. آآ نقدر نعمل الغرزة دي بالمقاس اللي احنا عايزينه. نعملها آآ مثلا رجالي نعملها اطفال نعملها كبار زي ما احنا عايزين. آآ المقاسات بتاعت الكوفيات كنت نزلتها قبل كده في فيديو كوفية. هتلاقوها على القناة. آآ خليني ابدأ دلوقتي في الغرزة على طول. انا هشتغل بخية اه كلاسيك. آآ فتلة وسط. تمام? وهستخدم معاه ابرة اربعة ونص. آآ لازم تخلي ايدك مرخية وما تشديش ايدك في الغرزة دي علشان هي عبارة عن عمود عادي وعمود امامي. وفيها سطر غرزة حشو فبتكون مشدودة شوية. فنرخي ادينا في الشغلة شوية او نستخدم ابرة اكبر. انا دلوقتي هعمل عقدة البداية. انا هعمل مقاس الكوفية آآ للاطفال بيكون من آآ العرض بتاعها بيكون من عشرة لتلاتاشر سنتي او خمستاشر سنتي. آآ انا هعمل عرضها آآ حداشر او عشرة سنتي. هنعمل عدد من السلاسل. لازم يكون عدد السلاسل يقبل الاسم على اتنين زائد واحد. يعني بعد ما بعمل العدد يقبل الاسم على اتنين بزود معي جرزة كمان. آآ دلوقتي هعمل هبدأ معاكم تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر ونعد الستاشر بيقبل الاسم على اتنين. هنقيس بالمزهورة. دول طلعوا معايا حوالي عشرة سنتي. المقاس كويس بالنسبة لي عشان دي زي ما قلتلكم دي كفية اطفال. وهزود معاهم واحدة كمان. وبعدين هطلع ارتفاع سلسلتين. لاني هعمل اول سطر عمود بلفة. هشتغل في تاني وفي تالت غرزة على طول هسيب اول اتنين وادخل في تالت غرزة. هعمل عمود بلفة. وفي الغرزة اللي جنبها هعمل عمود بلفة. هفضل اشتغل الغرز اللي انا عملتها عمود بلفة. هخلص السطر الاول كله عمدين وارجعلكه تاني. انا هنا خلصت اول سطر عملت اول سطر عمود بلفة كله عمود بلفة. تمام? دلوقتي هنبدأ في الغرزة بتاعتنا هطلع ارتفاع سلسلتين للعمود وهشتغل عمود بلفة عادي في اول غرزة. يعني انا طلعت ارتفاع سلسلتين هنا اهم. اول غرزة تقابلني حرف اول حرف في قابلني هشتغل في عمود بلفة. تمام? طبعا العمود ده تحته عمود هنا. هنسيب اول عمود ده وهندخل في تاني عمود هنعمل عمود امامي. الغرزة اللي بعدها هنشتغل عمود بلفة. يبقى واحد عمود بلفة عادي واحد عمود امامي. وانا شرحت قبل كده غرزة العمود الامامي وشرحت غرزة العمود بلفة. تمام? هنشتغل دلوقتي عمود امامي. واللي بعدها عمود بلفة. اكمل معاكم السطر. يعني ما نتلغبطش في الغرز غرزة العمود تحتها عمود اهي. والعمود الامامي دي اللي بعدها. وهنا عمود بلفة. والغرزة اللي بعدها دي هنعملها عمود امامي. وبعدين عمود بلفة. وهكزا لاخر السطر. خليني اكمل معاكم السطر لان خلاص قربت اخلصوا. لازم اول واخر غرزة تكون عمود بلفة عادي علشان آآ العمود يعني يكون في اخر السطر. ما ينفعش يكون العمود الامامي في اخر السطر. لازم ننهي بعمود امامي بعمود عادي اصفا. هننهي بعمود آآ عادي بلفة. وهننبدأ بعمود بلفة انا كده اهو. فاضل لي غرزة. بعمل دلوقتي عمود امامي. اخر غرزة معي هعملها عمود بلفة عادي. دي بقى انا بدأت بغرزة عمود بلفة ونهيت بغرزة عمود بلفة. تمام? دلوقتي هطلع ارتفاع سلسلة واحدة. وهنشتغل السطر التاني. هنشتغل كله غرزة حشو. انا كنت عاملة ستاشر غرزة وزودت واحدة. يبقى انا لازم يكون عندي سبعتاشر غرزة حشو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. يبقتيني سطر كله غرز حشو. تمام? تلاتة اشر. اربعة اشر. خمسة اشر. ستة اشر. سبعتاشر. ويبقى السطر خلص معيه مزبوط سبعتاشر غرزة حشو. تمام? دلوقتي هنطلع ارتفاع ونشتغل تالت سطر. تالت سطر بيكون آآ نفس فكرة السطر الاول بس العكس. انا كده هشتغل آآ اول سطر واحد عمود عادي واحد امامي واحد عادي واحد امامي تاني سطر بنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو تالت سطر هيبقى عكس السطر الاول هنبدأ نسيب اول غرزة دي. اول غرزة الحشو دي هنبدأ نسيبها وهنلف الخيط وهنشتغل فوق العمود العادي ده هنشتغل فوقي عمود امامي. وهنسحب الخيط لفوق كده علشان انا بتجاهل سطر الحشو بنزل عالسطر الاولاني. ولازم نشد الخيط لفوق كده علشان تكون الغرزة مزبوط. طيب انا عملت اول حاجة عمود امامي. فوق العمود العادي بنعمل عمود امامي. وفوق العمود الامامي هنعمل عمود بلفة عادي. يبقى احنا بنعمل عكس السطر الاول. هنرجع تاني نلف الخيط وندخل في الغرزة اللي تحت خالص هنعمل في فوق العمود العادي هنعمله عمود امامي. ونسحب الخيط لفوق كده قدل نفس مساحة علشان الغرزة تبقى مفروضة بالشكل ده. وفوق العمود العادي الامامي ده هنشتغل عمود عادي. تمام? تاني فوق العمود العادي ده هنعمل هنزل في السطر اللي تحت واخده واشتغل عمود امامي. وبعدين هنشتغل عمود عادي. يبقى انا باشتغل السطر التالت عكس السطر الاول. شايفين كده الغرز عكس بعضها. فوق الامامي. فوق العادي امامي وفوق الامامي عمود عادي. هكمل السطر الاخر بنفس الطريقة. اشتغل واحد امامي. واحد عادي. طبعا طول ما انا يعني الغرزة جاية معي بالعكس يعني فوق الامامي عادي وفوق العادي امامي يبقى انا ماشية صح. لو الغرز شبه بعضها يبقى عندي غلطة. نرجع للسطر من الاول وجديد ونعد الغرز. اهم حاجة نعد الغرز علشان العد بيكون مهم جدا للمبتدئين علشان ما نغلطش. ونوصل لعدد مسلا او مقاس كبير في الكفية وبعد كده هنرجع نفوق. خلينا نعد في الاول. تمام? الكفية دي هعمل طولها حوالي مية وعشرين سنتي. وهخلي عرضها زي ما اتفقنا هيكون حداشر سنتي. ده مقاس الاطفال. انا حاب المقاس يكون كده. انا بعمل بشرح لكم الغرزة. آآ لو عايزين تكبروا عن المقاس طبعا براحتكم. هنا خلاص فاضل نركز في اخر غرزة. عملت السطر الاول. وبعدين الحشو. وبعدين عملت السطر التاني. كده نركز في اخر غرزتين دول هنعملهم. طبعا انا هنا عملت عمود امامي. تبقى عندي غرزتين مش غرزة واحدة. هعمل الغرزتين عمود عادي. تمام? اخر واحدة اللي هي فوق الامامي دي. اخر واحدة دي. اللي فوق الامامي عملتها عمود عادي. وفاضل الغرزة عندي هعملها غرزة عمود بلفة عادي. نعد الغرز دلوقتي علشان اتأكد انا ماشي صح ولا لأ. عندي هنا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر سبعتاشر غرزة. يبقى انا عندي العدد مضبوط يبقى هارجع اكمل واطلع ارتفاع سلسلة واحدة وهلف الشغل واشتغل تاني سطر الحشو. بعد كل سطر عمود بلفة وعمود امامي بنشتغل سطر حشو. لازم يفسر بين السطرين سطر حشو. وطول ما انا بشتغل كده اعد علشان ما اطلق بطش. تمام? انا كده اهو بشتغل غرز الحشو وبعد برضو. وانا بشتغل بعد تمام? علشان العدد يكون مزبوط لان لو غرزة واحدة بس هتفرق في شكل الكفية. وهتبوزهلي من الجناب فخلينا احسن نعد في الاول على الاقل لو الناس المبتدئة بتتلغبط في العد. تمام? لازم تعدي اول باول. مش مسلا نعمل نص الكفية وبعدين نرجع نعد العدد. لا اكده ممكن يبقى فيه غلطة في الاول هترجعي تفوك تاني. انا كده عملت غرز الحشو دلوقتي هطلع ارتفاع سلسلتين وهعمل نفس الحكاية هشتغل عكس الغرز اللي انا عملتها. هشتغل فوق العمود الامامي عمود عادي بلفه. تمام? اهو ده فوق ده. وفوق العمود العادي ده هشتغل عمود امامي. شايفين? بعدي من ورا العمود كده. اهو باخد العمود العادي بخليه عمود امامي. وهنقرر فوق الامامي هيكون عمود عادي. وفوق العادي هيكون عمود امامي. آآ شكل الغرزة بدأ يبان شوية. هقلص السطر ده وعمل سطرين كمان عشان اوديكم الغرزة وارجع لكم تاني. انا هنا عملت عدد من السطور شايفين شكل الغرزة شكلها تحفة جدا في الحقيقة. يعني كمان حسن الاضاءة ظلموها بجد حلوة جدا. آآ اهم حاجة ما تكونش آآ متمسكة ونشفة. انا عاملاها طرية يعني نكبرها الابرة وموسعها ايدي شوية. اهم حاجة نركز في نهاية كل سطر. انا هنا عندي السطر نها بغرزة عمود عادي واحد امامي واحد عادي. السطر اللي جاي هنعمل حشو فوق كل غرزة غرزة حشو. واللي بعده هينهي معي باتنين غرزتين. بعد ما بعمل الامامي هنا هيتفضل معي غرزتين هعملهم اتنين عادي. بقى مرة بقفل بواحد امامي واحد عادي. والسطر اللي بعد ده هقفل باتنين عادي. لازم نقفل صحة علشان الحروف تكون مزبوطة. كده زي ما انتم شايفين. تمام? آآ انا بقى هفضل اشتغل زي ما انا كده مش هغير اي حاجة. سطر كده. سطر عمود بلفة امامي. آآ وسطر عمود بلفة عادي. تمام? وبعدين بينهم سطر حشو وارجع اعمل عكس اللي انا كنت بشتغل فيه. هفضل اشتغل كده لحد نهية الكفية لحد مخلص مية وعشرين سنتي. وبكده اكون خلص الغرزة معاكم. نقدر آآ نعمل منها آآ سكارف للرقبة. نعمل منها ايس كير. نعمل منها كفية. نعمل منها جوانتي. آآ الغرزة حلوة جدا. اسمها غرزة جبال القلب. اتمنى اكون آآ في التقو في الفيديو ده وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. ونشوفكم على كيف الفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.